موسيقى وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين إلى ذلك أوضحت الشركة أنها خصصت محطة خاصة للمرأة وأشارت الشركة إلى أنها أقرت العمل بألية كروت التعبئة في محطة المرأة لم يكتفي العدو السعودي بعاقة وصول إمدادات الغذاء والدوائل للأسواق المحلية بل واصل استهدافه لإمدادات الغذاء بين المحافظات عبر استهداف شاحنات نقل المواد الغذائية الأساسية في الطرقات العامة على الرغم من تصاعد التحذيرات الدولية من وقوع كارثة إنسانية في بلادنا نتيجة النقص الحاد للمواد الغذائية الأساسية التي لا يمكن العيش بدونها في الأسواق العامة إلا أن العدو السعودي الذي يفرض حصارا خانقا على الشعب اليمني منذ أكثر من خمسة أشهر متسببا في أزمة إنسانية في أوصات السكان يواصل استهداف إمدادات الغذاء برا وبحرا ففي الوقت الذي يتعمد فيه العدو إعاقة وصول إمدادات الغذاء إلى الموانئ المحلية يعمل أيضا على إعاقة إمدادات الغذاء بين المحافظات عبر استهداف الطرقات والجسور العامة وشاحنات نقل المواد الغذائية فالعدو الذي حول مصانع المياه وأفران الخبز في الآوينة الأخيرة إلى أهداف لعملياته العدوانية بحق اليمن واليمنيين استهدف حتى الآن 393 مخزن غذاء في عدد من المحافظات وآخر تلك المخازن مخازن المؤسسة الاقتصادية في محافظة الحديدة حيث يواصل عملياته الإجرامية الممنهجة بحق ناقلات الغذاء في عدد من الطرقات العامة وعلى مدى الأيام الماضية استهدف العدو السعودي عددا من ناقلات الغذاء في محافظات عمران والجوف وحجة والبيضاء وإب حيث سجل استهداف ناقلات الغذاء في نقيل سمارة في محافظة إب وعدد من الناقلات على الطريق صنعاء عمران وناقلة محملة بالحبوب على طريق البيضاء كما واصل العدو استهداف امدادات الغذاء الواصلة إلى محافظة صعدة ومدرياتها إحصائية المركز القانوني للحقوق بصنعاء أكدت ارتفاع الجرائم التي ارتكبها العدو السعودي ضد الناقلات والشاحنات الخاصة بمواد الغذائية خلال الأربعة الأشهر الأولى من عمر العدوان إلى 350 جريمة تكبدت صناعات الخفيفة في بلادنا خسائر فادحة خلال الخمسة أشهر الماضية من العدوان والحصال وأكدت مصادر في القطاع الخاصة أن 50 مصنعا لصناعات الغذائية الخفيفة توقفت خلال الأشهر الماضية بإضافة إلى تعرض العشرات من المصانع والمعامل للاستهداف المباشر من قبل العدوان السعودي وأشر المصدر إلى أن اختفاع عدد من المنتجات الغذائية الخفيفة المصنعة محليا في الأسواق المحلية يعود إلى ارتفاع تكاليف الانتاج في ظل انعدام التيار الكهربائي وارتفاع تكاليف النقل والتسويق